انت تعرف ان القوة المغناطيسية اللي بتأثر على سلك بيمر فيه تيار كهربي والسلك ده موضوع في مجال مغناطيسي ايه هي العوامل اللي بتأثر في القوة دي انت عارفها فاكر القانون f بتساوي bil sin theta او انا بقولها f بتساوي bil sin theta من ال f هي القوة المغناطيسية اللي بتأثر على الخط المستقيم اللي هيمر فيه تيار كهربي اللي موجود جوه داخل المجال المغناطيسي طب القوة المغناطيسية دي بتعتمد على ايه ما قولنا f بتساوي bil يبقى b كسفت الفضل المغناطيسي bil bi يبقى ال i شد التيار كهربي l اللي هو طول السلك اما ال sin theta sin اللي هي الجهة طبعا معروفة theta هي الزاوية بين السلك واتجاه الفض والحطة دي مهمة جدا وبتختلف مع ناس كتير ممكن اقولك f بتساوي bil بس يبقى ال sin theta b 8 بواحد طب امتى ال sin theta تبقى بواحد لما ال sin theta تبقى بتسعين يعني القوة بتبقى اكبر حاجة لها لما يبقى الفض عمودي على السلك طب لو كان الفض موازي للسلك او السلك موازي للفض يعني الزاوية بتبقى سفر و sin 0 بسفر يبقى القوة دي هتبقى بسفر يبقى القوة المغناطيسية اللي بتأثر على سلك مستقيم محطوط جوة فيض مغناطيسي اقدر اقول عليها f بتساوي bil sin theta بتعتمد على 3 او 4 حاجات رقم 1 ال b كسفت الفض رقم 2 ال i شدة التيار الكهرابي رقم 3 طول السلك اللي هيتعرض للفض رقم 4 الزاوية بين السلك والفض لو كان السلك والفض عمودي دي بتبقى اكبر قوة والمعادلة تبقى f بتساوي bil الا او f بتساوي bil بس السين theta بيقيت بواحد لان الزاوية بتسعين لو كانوا الاتنين متوازين السيتا هتبقى بسفر وبالتالي السين سفر هتبقى بسفر وبالتالي القوة المغناطيسية كلها هتبقى بسفر يعني لو خط تمام مفيد بقيوا متوازين تمام يبقى ما فيش قوة مغناطيسية تأثر طب لما بيبدأ بعد السفر بقى بعد ما هم يكونوا متوازين هيعمل اي زاوية سيتا يبقى لا هيبدأ يأثر تظهر معايا f بتساوي bil سين سيتا اشتركوا في القناة